يا أهلنا ما زلنا نقولوا فيها يا أهلنا في جميع ليبيا يا قبائلنا يا أصحاب الشأن يلي مختلفين يلي ركبتوا موجة الكرامة وكل ذا ما صد كمش خلاص ما تضحتش الكرامة عندكم المشروع هذا ما وضحش عندكم بالكل الثمن اللي دفعتوها ضاهي هل يستاهل النتيجة اللي توط العيل لأنتم قلناها لكم نحن في البداية قلناها وعلينا بها الصوت وصنفتونا واعتبرتونا أشياء وكذا وإحنا ما نبوش دولة وإحنا بالعكس والله والله ما قامت ثورة فضراهير إلا أنها تبي دولة تبي مؤسسات تبي قضاء عادي يشوف تول منطقة الشرقية اللي له أربع سنين السيد المجرم حفتر متربع فيها أربع سنين ما في تنحنش ما نحاكم ما فيش قضاء الحوادث الاغتيالات اللي صارن واللي سببن هنا كان دمار البلاد لم يخرج لنا قاتل واحد إلى الآن لم يسمى لنا قاتل واحد لم تفتح قضية أصلا في موضوع عبد الفتاح الله يرحمه اللي هو كان يعني من قيادات الجيش الليبي اللي شاركوا في ثورة فبراير ما فيش حد فتاح الملف بتاعه باهي مش درتوا الناس هذي من اللي قدامك من اللي كان يقاتلوا فيكم درتوهم مرهابيين ومتجبرين وكذا وكذا باهي طلعنا توه لأن أربع سنين طلعين منها وين الدولة فيه في المنطقة الشرقية نبو قبائلنا يلتفتوا لهذا الشيء اللي عطوه أبنائهم وعطوه أموالهم وعطوه زي ما تقول الصبغة الشرعية والصبغة الاجتماعية على الموضوع وين كم فعلا تبوا لبلاد أهل البلاد بعد أربع سنوات ما فيهاش ثوار على الإطلاق ما فيهاش أي واحد إرهابي على مسمياتكم ما فيهاش أي حد إلا أنتوا وين هي الدولة؟ ما زالت تأخذ في فلوسها بالمنطقة الغربية اللي هم ما حاربوها ولا مش مزبوط الكلم هذا؟ يعني مفروض قبائلنا بالشيوخ كم؟ بعقال كم؟ مفروض راهم؟ باهي في البداية مش هتعليكم لكن توه قعد شعير بوجه وقعدت واضحة وفعشة زي ما يقولوا فرشت ما عاش فيها ما تتكلموا مفروض توه تقولوا ياهو هايا را خلاص كملنا نحنا ورا اللي نبوها ما صارش منها يبدو أن نحنا خشينا غلط خلوها رك والله حيقبل عذركك وبعدها والله حيبنى المصالحة وترب لي بكيف ما كانت وأحسن بس خلينا نعترفه بس خلينا نقوله يا جمعة خلاص انتهت القصة